كما أكد مدبولي التزام الحكومة بتحقيق كل السياسات التي أدخلتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن تحولا دائما لمعدلات صرف قوية ومرنة لتلبية احتياجات السوق في مصر وكذلك ضمان المصار لتقليل الدين العام ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تهدف إلى التوسع في شبكات الأمن الاجتماعي للأشخاص الأكثر عرضة للخطر ملتزمون بتحقيق كل السياسات التي أدخلناها في البرنامج الإصلاحي وهذا يتضمن بين أشياء أخرى تحول دائما لمعدلات صرف قوية ومرنة لكي نلبي الاحتياجات للسوق في مصر وكذلك ضمان المصار لتقليل الدين العام وكذلك التوسع في الشبكات الأمن الاجتماعي للأشخاص الأكثر عرضة للخطر وكذلك الإصلاحات الهيكلية للتقليل بصمة الغذاء في القطاعات المختلفة وتيسير النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل ترجمة نانسي قنقر